شكل عام حضرتك شايف أنه في أزمة كتابة في مصر من زمان واحدة تسمع الكلام ده من زمان كنت متفرج على عبية دوسة وليك ايه في أزمة كتابة أه أكيد حضرتك شفت دك لا رأي حضرتك ايه طبعا في أزمة طبعا وإيه مقاومات الأزمة يعني إيه الخالق الأزمة دي إذا كان عندنا موهوبين وعندنا فن حير وبيط إيه مشكلتنا يعني شوفي حضرتك مراكز الشباب والمدارس والجمعات لازم يحصل عليها سبوت كبير تطلع قمات بالمناسبة أنا راح تقابلت رئيس جامعة القاهرة الدكتور جاب النصار والدكتور محمد العشد على فكرة ايه في جامعة القاهرة رئيس السابق ورئيس الحال أنا أكلمك على نموذج جامعة واحدة 250 ألف طالبة يعني 250 ألف أسرة يعني 250 ألف عيلة فيه نموذج حصل ناجح بتاع مصرح مصر الفنان أشرفها ببقية كلهم طلعوا نجوم بالأساني هنمن 250 ألف طالب في الجامعة تسيبك الموافدين ما يطلعش 50 زي دول و50 بيكتبوا يطلع 500 و50 بيخرجوا ده في جامعة واحدة بذكر مصرح مصر ايه رأيك في نوع كوميديا مصرح مصر نوع الكوميديا ده شوفي قولتك هاج نيكو النجاح ده أنا بقى أحب ده حذرك ما تحبش ده ده أحب ده إنما في جمهور حب ده دي إجابة ديبلوماسية ولا ديبلوماسية ولكن حضرتك تسبقهم خبرة فممكن تقول لا مش عجبني الخط ده أو عجبني جدا الخط ده ايه رأيك لأنه بعض الناس بعض الناس بتهاجم جدا هذا النوع من المصرح الإفهات والارتجال الشديد يعني يعني بس لأحب ده ده يعني الارتجال قلت تكلمت إن فيه مساحة لكن قلت إن الكتابة كمان كانت جيدة ايه رأي حضرتك فيما يحدث أولا مش أنا أنا كل الحكاية في حياتي واحد خد مساحة في مسلسل الحمد لله ربنا كانوا نبيا مش اسماعين فرغالي بقى اللي هيقيم الأعمال دي أنا أكبر من يعني موضوع إن أنا قيم دي لأ قيم مين صعب بس حضرتك شايف إنهم نجروا طبعا وعايز تعفي نفسك من فكرة طبعا وكلهم أبطال كمشاهد كمشاهد لا أقول لأحاتك حاجة أنا كنا بنخر مسلا كل جمعنا والأولاد بابا والنبي بسرعة ونبي عايزين نرجع بدل عشان خاتل الفرج على مصر حمصر طب إيه يبقى نجاح نجاح مؤكد مؤكد في ناس هتختلف قولك ده مش مصرح ده مش عارف إيه إنما في نجاح طيب